يعني من اليوم مبروك كابتن طلعت يوسف هذه المباريات الجميلة والعروض الأجمل والنقاط الأجمل وأجمل الله يبارك فيك كابتن متحف كابتا خيرك حاجة جميلة والله ربنا كريم يعني خليل أول أسألك عن رأيك في أرعة البطولة العربية اللي وقعتكو مع طبعا النادي الإسماعيلي رأيك إيه؟ هل في مصلحتنا كمصريين ولا مش في مصلحتنا؟ لا لا يعني أنا كنت أتمنى أكيد إن إحنا ما نتواجهش في المرحلة دي على أساس إن إحنا بنكلم عن تمثيل مصر يعني فبالتالي كان من الأفضل إن إحنا الاتنين نبقى في سكة بعيدة تسمح لنا بإننا إذا ربنا وفقنا نستقي للدول اللي بعد كده ونتواجد إحنا الاتنين في لكن يعني خلاص قدر الله ومشاء فعل واحد تاني يقول لك إنت كنت ضامن إن إنت تروح دول الأربعة على أقل دلوقتي عندنا فريق مصر في دول الأربعة والله يعني ده إتجاه وارث برضو يعني يعني فكر يحترم لكن يعني كنت أتمنى إن إنا ما نبقاش أصاب بعد لكن في جهاية خلاص يعني قدر وكده زي ما حضرتك مسؤول إنه كده إنت ضامن فرقة إنها تروح للدول الأربعة ونتمنى إن هي توفق إلى أبعد من ذلك بكتير إن شاء الله ده تبقى حاجة جميلة أه لو كسبت المئة مليون يا كابتن أه لو كسبت المئة مليون إن شاء الله اللي حكسبه لا ملايحة بتقول المدير الفني ياخد عشرة مليون المهم إن الناس تسعد بس والنادي يعني ياخد مكانه اللي يستحقه جماهيره يعني نتمنى إن شاء الله بوجودك الحياة كابتن طلعت الأمر اختلف تماماً في الاتحاد السكنداري ما شاء الله وطبعاً حج محمد مسلحي بتوفيره أكيد هي منظومة متزمتها كابتن مش يعني ما ديقدرش توجه يعني النجاحات الأخيرة أو التوفيق الأخير إلى فرض بينه يعني نجد هي منظومة ومنظومة جميلة ومنظومة متحبة جداً جداً مريبة من بعض العلاقة ما بين الجهاز والإدارة واللاعبين هي علاقة أسرة يعني في المقام الأول علاقة أسرة وأنا يعني أنا اشتغلت في نادر السحاد خمس ست مرات آه طبعاً يعني الأول مرة أشعر يعني بهذا التقارب وهذا التفاني وإنكار الزاس عند بكل آه بسبيل آه الناس وبالتالي ربنا يعني بيوفق إنت بتكتهد وربنا بيوفق إنت ممكن تكتهد وتأمن كل حيك كابتنة أنت عارف آه وفي النهاية ما توفقش بالزبط يعني التوفيه ما يتخبقش لا بس العروض حلوة العروض شكلها حل آه وده المهم في الموضوع دي حقيقة يعني ممكن نتائج أنت لا توفق فيها بس المهم يبقى العرض جيد بالزبط لأنه هو ده اللي ممكن يجيب لك النتائج بالزبط كده بالزبط آه أنا معك بيوفق يعني ببريك لك وبالتوفيف اللي جاي دايماً كابتنطلع كابتنطلعك كابتنطلعك أكيد طبعاً أنا شايفك خلي بالك أنا شايفك لا 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 بتبح أكيد بتبحك يا ربي يخليك بالتوفيه انت تشد أي حد إنه يتابع الموضوع الله يخليك كابتنطلعك شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً لكم شكرا